إلى شأن السياسي الآن شرعة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الأحد في تسليم استمارات التوقيع الشخصي للراغبين في الترشح لرئاسية السابع من سبتمبر 2024 حيث استقبلت السلطة منذ صباحة هذه الأحد عددا من الراغبين في الترشح على غرار ممثلية الأحزاب الوطنية بمن استوفت ملفاتهما الشروط القانونية وقد تم تسليم ما لا يقل عن سبعين ألف استمارات لكل راغب في الترشح وهي العملية التي تتواصل طيلة الأسبوع القاتمة التغطية كانت لجمال دينبوشا طبعا التعامل الرسمي مع السلطة بدأ مع السحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية فأجينا الصباح كنا تقريبا ثاني وفد أو ثاني متعب الاستمارات حيث الاستمارات الحصة لمحدتها السلطة حوالي سبعين ألف استمارة تعتاب التوقيعات الفردية بالنسبة للمواطنين وألف استمارة بالنسبة للمنتخبين سواء كانوا محليين بلديين أو ولائيين أو برلمانيين طبعا خذناها الصباح وطلبنا إذا فيه إمكانية أننا ناخذ حصة إضافية فقالونا فيه إمكانية فأدرنا يعني طلب الصباح وكان منتظر أن هذا الطلب طبعا يدرسوه ثم بعد ذلك يتصلون بنا طبعا تصلوا بنا بعد الظهر قالوا أن تقدروا تجيو يعني تتفضلوا تزيدوا تأخذوا الحصة الإضافية كانت حصة بثلاثين ألف استمارة بالإضافة إلى ألفي استمارة اكتتاب المنتخبين هذا وثمنا ممثل مرشح حركة مجتمع السلم لإجراءات الجديدة التي وضعتها السلطة الوطنية المستقلة لانتخابات من أجل الحد من بعض الممالسات السابقة مؤكدا أن الحركة لها خطة لتوزيع هذه الاستمارات وملئها على المستوى الوطني لصالح مرشح الحركة أكيد أن هناك خطة لتوزيع هذه الاستمارات على كل وليد وشي الجديد أن الاستمارات المرة هذه رهيم رقمة حيث أنه لما نستلم الاستمارات رهيم رقمة الحصة عندنا عندها رقم أول ورقم أول ورقم آخر ومعنى ذلك أن هذه الاستمارات رهيم سجلة عند السلطة في كل ربع الوطن ولا يمكن أن تستعمل إلا لصالح المترجح حركة مجتمع السلم هذه حبس لنا العادة سيئة التجوال هذه واحد يدي استمارة من عنده واحد يرح يعمرها الوحد آخر هذه تصارت الآن غير ممكنة وحتى اللي يديرها رح تكون الاستمارة لاغية